قرر نائب عام محكمة الجنايات الكبرى حظر نشر أي تعليق على قرار مدعي عام الجنايات الكبرى في حدثة لص عبدون قرار الحظر طال كافة التعليقات سواء كانت بالاستحسان أو الاستهجان عبر وسائل الإعلام المختلفة أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه الحكومة عن نيتها إصدار تشريع خاص ينظم عمل مواقع التواصل الاجتماعي والتفاصيل في التقرير التالي تحديد مسئولية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت وتحديد العقوبات المناسبة للمسيئين عليها هو الهدف الذي تسعى إليه الحكومة للحد من خطاب الكراهية والفتنة والإساءة للمجتمع على اختلاف أطيافه وأجناسه فالحكومة ومن خلال سعيها لأن يكون الأردن رائدا بالتجارب العالمية التي نظمت عمل مواقع التواصل الاجتماعي تتجه لإصدار تشريع خاص لتنظيم عمل هذه المواقع لتحديد المسئولية المترتبة على مرتديها وحماية الأمن المجتمعي في كافة أرجاء المملكة فالمحافظة على الحريات العامة وعدم استخدام هذه المنصات الإلكترونية بهدف بث الكراهية والعنف هو المحور الأساس لهذه التشريعات المرتقبة من قبل الحكومة وخلال سؤال طرحته رؤية على صفحاتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حول هذا التشريع الذي ستقوم به الحكومة قريبا كانت الآراء بغالبيتها مؤيدة لهذا القرار إذ أن مواقع التواصل الاجتماعي بحسب آراء معظمهم تحتوي العديد من المنشورات والتعليقات التي تتعدى كافة القيم والأعراف والقوانين ولا بد أن يكون هناك رادع ولو حتى رقابي يفرض عقوبات على أصحاب هذه المنشورات للوصول إلى المستوى المطلوب من الرقي في استخدامنا لمثل هذه المواقع الإلكترونية فيما رأى البعض الآخر أن مثل هذه الإجراءات ستفرض رقابة على حرية الرأي التي كفلتها كافة التشريعات والقوانين المحلية والدولية آراء المواطنين العديد منها كان مؤيدا لهذه التشريعات النظمة لعمل مواقع التواصل الاجتماعي مشيرين إلى أن مثل هذه الإجراءات الرقابية ستحد من خطاب الكراهية والعنف المجتمعي بشكل كبير لا يكون هناك أي تأثير على حرية التعبير والرأي إلا في القضايا التي تمس الأمن الوطني مع تنظيم وفرض رقابة على جميع مواقع التواصل الاجتماعي لكن دون المساس بالحريات العامة للمواطنين سن القانون مش ضروري يعني كل إشي قانون 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 مفروض أن يكون أنا كشخص عندي أداب وأخلاق أتعامل مع الناس فيها لازم يحطوا عقوبات شديدة لأنه في ناس يعني بيكون أعمار صغيرة لولاد أطفال بيستخدموا صفحات الفيسبوك بيثيروا الفتنة بيعملوا مشاكل هيك كل أي إنسان حرية صارت محدودة إحنا بدنا الحرية وجلال سيدنا الدستور الأوردني الحرية فوق كل إشي دعوة العديد من النشطاء والقانونيين إلى تشكيل مدونة سلوك تنظم التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي وتغلض العقوبات على أي شخص يتعدى لفظيا على الآخر هي السبيل للارتقاء في منظومة العمل الإنساني والاجتماعي الذي كان لمواقع التواصل الاجتماعي دور كبير في تنميتها ويبقى المحور الرئيس حول هذا الموضوع يدور في حلقة تساؤل عن موعد انطلاق وتنفيذ هذه الإجراءات الحكومية للحد من التعديات على الحريات الشخصية والقوانين المعمول بها في المملكة ترجمة نانسي قنقر